موسيقى في الحلقة دي هتكلم معك عن سكوب بوكس option أو tool من التولز المتاح عندك في برنامج جريفت عشان تتحكم إيه اللي بيكون فيسبل عندك تحديداً relative to the elements اللي هي عندك the grids, levels, and reference lines إلى آخره أول حاجة مكانها فين عندك من the view عندك من the create panel عندك the icon بتاعت the scope ما تتلخبطش بينها وبين حاجة مثلاً زي region, crop region ده بعضو اللي region بيتحكم إيه اللي بيكون فيسبل بالنسبة لك ولا وبعضو ما تتلخبطش بينها وبين حاجة زي color out هنتكلم عن اثنين options الأدام في الحلقات الجاية دلوقت the scope box أنا هنا في level 1 هعمل اثنين duplicate من level 1 فها جينا هدوس على right click هعمل duplicate هنتكلم عن duplicate قدام هعمل أول 1 dependent وهعمل واحد تاني بالشكل دوت عملت اثنين هنا نفس level 1 F2 اعمل your name أو right click اعمل your name زي ما انت حابب سمي ده مثلا box 1 تعال هنا سمي ده F2 وليكن سمي ده box 2 كده عملت اثنين level 1 مستنسخين من الأساسي بأسماء تانية فكل هعمل ده الوقتي هاجي عن level 1 دوت هقفل أي ويندو تانية وهاجي هنا بالشكل دوت عندي view هعمل scope box في الجزء ده من هنا الهنا مثلا طبعا عشان بس scope region عندي هتكلم عن scope region قدام خلي بس حدود بتاعته طالع فوق شوية هاجي هنا عند scope box من هنا لغاية هنا ده اول box عملته هتاخد بالك من النقطة و انا اصلا بعمل create scope box ممكن هستمي من هنا او ممكن بعد ما كون عملت وكليك عليه عندي edit من props بالت سميه مثلا في الحال دي اللي هو box 1 تمام؟ كده عملت اول 1 و اخفي بقى scope region ده ملوش لازمه بالنسبة لك بعد كده هاجي هنا برضو هعمل scope box تاني في الجزء دوت سميه هنا في الحال دي box 2 بعد كده هدوس apply على اساس ان ن confirm بالطريقة دي اللي هامله ده وقت ايه هفتح ال Levels التاني اللي انا عملها اللي هي في الحال دي duplicate هفتح ده وهفتح ده وبعد كده هدوس على WT وهدوس ZA zoom alt of it اللي انا عمله ايه ده 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 ال Level 1 التام بتاعه او الشامل وده اللي اتنين duplicate بوكس واحد و بوكس اتنين اللي هم سميهم عندي هنا هاجي عند بوكس اتنين مسلا طبعا ندوس escape عشان اطلع من modify هاجي عند ال بوكس واحد او بوكس اتنين اي واحد فيهم وهاجي من props palette هنزل تحت عند الاكستنز انزل تحت تقبلك ان في عندك scope box اختار مثلا الوقت في اللي هو level 1 بوكس اتنين اختار بوكس اتنين اللي زرها عند الوقت الاريا بتاعت بوكس اتنين بس اللي هو scope box انا عمل كذلك عندي هنا click على عشان يكون active او من هنا double click انزل تحت في props palette عندك في الاكستنز اختار البوكس اللي يكون ظهر عندك box 1 apply حتى لو جيت بعد كده عملت sheet في الحلقة قداما نتكلم بعضو عن sheet new sheet مثلا بالشكل دوت بعد كده ممكن تاخد مباشرة من project browser ممكن اخد اللي هو box 1 هاخده هنا مثلا في الجزء دوت بالطريقة ديت اخد الاريا بتاعته بس طب عندنا كله امسان هنتكلم عنها قداما بس انت زي ما انت شايف البوكس بحد اللي بيكون ظهر عندك و اللي مش ظهر relative للاريا بتاعتك طبعا ايه اللي بيروبوته بالقردس هقفل ده هعمل مثلا فايل جديد هدوس على new project كمسان ليك التمبلت اللي هو الماترك بالشكل دوت هدوس الآن على gr هعمل جديدة من هنا لهنا مثلا تمام وهعمل بعد كده gr تاني او already like كده في urban او الكنتكس بتاع القردس واحد تاني من هنا لهنا بالشكل ده بعد كده هدوس على scope box هدوس على view هدوس على scope box من هنا لهنا مثلا سميئ اسم انت عايزه بالشكل ده هربط الاثنين gr تس اي طريقة دوس select عليهم بالنهاجي هنا عند scope box هربطهم بال scope box المتاح عندي use apply هتاخذ بالك ان الاثنين ضبطوا نفسهم الامتداد بتاعهم على scope box وهم كده اتطبطوا بال scope box المتاح عندك طبعا scope box ما بيغنكش عن حاجات تانية زي عندك مثلا ال sections او بس لازم تعف انك ممكن تربط به الحاجات الزي بشكل دوت وازاي انك ممكن تعمل به حتى ال view بتاعت اللي انت بتقودها عندك زي ما احنا شايفين من شوية في الحلقة هعمل ده minimize زي ما احنا شوية